اشتركوا في القناة انتو مستقبل هذا البلد انتو اللي راح يسيرون هذا البوم انتو اللي راح يسيرون هذا البوم اللي مشى فيه الأجداد مشوا فيه الأجداد وعاشوا يعني أكثر من ثلاث قرون بهذه القيم الجميلة وبهذه الأخلاق العالية اللي تميزة فيها أهل الكويت احنا مو المجتمع الفاضل احنا مجتمع كأي مجتمع آخر فينا عيوبنا فينا ميزاتنا ولكن اللي يغلب علينا طيبة القلب اللي يغلب علينا حب الخير وانتو من جيل هالشباب انتو أبناء وأحفاد هذا الجيل اللي ذبنا الكويت احنا يا شباب الله خلقنا من أجل غاية واضحة واضحة وهي وما خلقت الجنة والإنسان إلا ليعبدون الله خلقنا خلق الإنسان من أجل تنفيذ غاية وهي العبادة العبادة مو عادة صلاة وصيام لا العبادة مو عادة عمل الخير في هذه الأرض كل شيء حلو الله يحبه يسمى عبادة كما يقول النبي عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق والحياء شعبة من الإيمان كل شيء خير السوي في هذه الحياة هو يعتبر عبادة ولكن تنفيذ هذا الهدف العظيم إمارتك للأرض تحقيقك للأهداف تمتعك بالحياة هل يكون من غير صحة؟ الصحة مهمة لما تكون مريض ما تتلذذ بالحياة لما تكون مريض ما تتلذذ بالحياة لما تكون مريض بعض قدراتك الجسدية غير قادرة على أن تنفذ الهدف اللي تبي أنت أي هدف دنيوي تبي تدرس تبي تتزوج تبي تسوي مشروع تجاري تبي يعني تمارس هوايتك تبي تعبد الله سبحانه وتعالى العبادة التي أمرك بها الله سبحانه وتعالى ما تقدر إذا أنت مريض المريض ما يقدر تسوي أي شيء لذلك نحن نبيكم تكون الصحاء المرض يعطلك عن أداء الهدف اللي أنت تبي المرض لازم نعرف في شلون يصير المرض أكيد المرض لأسباب وايد وأنا مو طبيب عشان أقول لكم ولكن نحن نقول بالثقافة العامة المرض لأسباب كثيرة ولكن من أهم هذه الأسباب هو الأكسدة الأكسدة شو يعني الأكسدة نحن وايد نسمع مباد الأكسدة والمواد مؤكسدة نسمعها في عند المختصين في الأغذية وبالتلفزيون وبالرادو وبالمحاضرات نسوف هذه مواد مضادة الأكسدة وهذه مواد مؤكسدة شنو معنى الكلام هذا أخواني الشباب أخواتي الشباب الإنسان الله خالق من خلايا أخواني الشباب أخواني الشباب مواد تستنشقها أو تأكلها تحطم هذه الخلايا فهذه يسمونها محطمات الأكسدة تأكسد الجسم شنو المواد هذه اللي تأكسد وتسبب الأكسدة اللي يعنيه تحطم الخلايا متى الجسم إذا تحطمت خلايا جسمك شي يصير؟ جهاز المناعة يضعف إذا ضعف جهاز المناعة معنات أي مكروب يدخل أي فيورس يدخل يقطك تمرض على طول يعني ما عندك مقاومة لذلك يسمون مرض الأيدز مرض نقص المناعة ليش نقص المناعة؟ لأن جهاز المناعة اللي في جسم الإنسان يتحطم لذلك أي شيء اللي فيه مرض الأيدز يقطع لو نشلة صغيرة لو أي شيء أي شيء يقطع يصير المرض شهور شهور لأنه ما عندك جهاز مناعة يقاوم المرض اللي يعنيه لذلك حنا نقول أن الأكسدة تسبب نقص في جهاز المناعة مما يسبب المرض العموم فاصل و أمعد معكم مرة ثانية تسبب المرض تسبب المرض أخواني الحب أخواني الشباب أخواتي الشابات نحن مثل ما قلنا فيه قبل الفاصل أن ما الذي يسبب المرض الأكسدة الأكسدة طبعا أحد أسباب المرض الأكسدة الأكسدة الأمراض لها أسباب كثيرة جدا ولكن أحد أسبابها الرئيسية الأكسدة اللي هو يعني تأكسد داخل جسم الإنسان يصير في عملية كيمياوية معينة فصير تقتل الخلايا والجسم مكوم من خلايا إذا عفت الخلايا ضعف جهاز المناعة إذا ضعف جهاز المناعة ما يقدر يتصدى حق الفيروسات الداخلة والمكروبات الداخلة فهيحدث المرض زين الأكسدة هذه شلون تصير الأكسدة تصير من أسبابها كثيرة التدخين أهم أسباب الأكسدة أنت قاعد دخل حق جسمك هذا الدخان اللي هو سموم يعني السجارة الوحدة فيها ما يقارب خمسة إلى سبع تلاف مادة سمية تقاعد دخلها بيراتك لما تيدخل هذا الدخان داخل شا قاعد يسوي قاعد يقتل الخلايا يسوي تأكسد مو بس لي يدخن حتى اللي يشم الحين آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية أو البي بي سي يقول أن اللي موتون سنويا بسبب التدخين السلبي يعني ما قاعد يدخن هو قاعد في دوانية يدخنون ستمائة ألف إنسان هذه المجاملة الاجتماعية يسمون يقعد دوانية يدخنون يستحي يقول لهم لا تدخنون ويستحي يطلع برة ويستحي يقولون يا سماء يا جماعة اللي يحب يدخن برة يستحي عشان ما يفقد ربعة فيقبل أن يموت يقبل يشم هذه السموم عشان يتأكسد جسمه فيموتون خلايا كثيرين يعني قاعدة دوانية وحدة قاعدها ساعتين أو ثلاث ساعت وقعش في مباراة داخل دوانية يطلع يعني يمكن ملايين الخلايا ماتت من جسمه وهو طالع مباراة مو بس شديد دخان السيارات العادم اللي طلع دخان أيضا هذا قاعد يقتل الخلايا عندنا موبيدات الحشرية تقتل الخلايا عندنا كثير من الأمور المضادات الحيوية تقتل كذا المواد الحافظة داخل الأطعمة تقتل الخلايا سوى تأكسد أمور كثيرة جدا الوجبات السريعة كثير مواد حطمنا مواد حافظة ومواد هرمونات وكذا تقتل الخلايا سوى تأكسد زي أنا إذا بعيد الجسم بصحته بعيد الجسم بعيدها الخلايا بأحيها الخلايا مرة ثانية لازم آخذ شيء يسمونه مضاد أكسد ما هي المواد اللي مضادة للأكسد يعني تعيق بناء الخلايا مرة ثانية للأسف لما أنا أقراها أو أدرسها أو أسأل بحوث علمية عن المواد المضادة للأكسد نشوف شبابنا عندهم فعلا يعني أعداء لهذه المواد يأكلون كل شيء إلا المواد اللي تفيدهم وتعيد الخلايا مرة ثانية مثل الخضروات الفواكه المكسرات يأخذ الشاب السندويشة المواد الوجبة السريعة يأخذها كاملة ما فيها أي خضرة يقتل نفسه تماما العموم هذه لمحة ووقفة معاكم المواد اللي تقتل الخلايا عندنا والمواد اللي تحيي الخلايا عندنا فيحدث المرض إذا تكون الصحة تستمتعون بالحياة خلكم مع المواد المضادة للأكسد عشان كون صحيحين شوفكم على خير مع السلامة موسيقى ترجمة نانسي قنقر الحمد لله الحمد لله رب العالمين و صلاة و السلام و على أشرف الموسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و على آله و صحيه وسلم أخوائي و الحب أخواتي الفاضلات رح فيكم حلقة جديدة من حلقات برنامجنا و قفات شبابية هذا البرنامج لكم من القلب للقلب هذه خلاصة تجربة مدتها أكثر من خمسين سنة أخوائي نحب أخواتي الفاضلات أبنائي و بناتي عام 1974 ابتعثت إلى بريطانيا للدراسة كنا حنا مجموعة كبيرة من الشباب و لكن الأسف الشديد معظم هؤلاء كانوا ناوين شر كان ناوين على البنات ناوين على الخمر ناوين على الفساد قليل جدا منهم اللي كانوا فعلا أنظاف فضله تعالى أن نشأت في عائلة متدينة طلعت مني أنا متدين فكنت أبي واحد مثلي و لكن الأسف الشديد قدري و الله شاء أن يكون هؤلاء اللي معاي معظم هم للأسف ما أعانوني على هذا الأمر كانوا كل يوم كل ليلة بعد الدراسة في مدرسة اللغة يقول أمش عبد الحميد معانا حق الدسكو المرقص كل ليلة و أنا أقولوا لا ما أقدر كل ليلة يلبسون يتهندمون يكشخون يروحوا المرقص و ما أدراك من المرقص شنو في المرقص أنا منتقل من مجتمع محافظ مئة بالمئة نتكلم عن سبعينات إلى مجتمع من فتح مئة بالمئة ما أكو شي حرام ما أكو شي ممنوع كل شي يبيه شاب موجود من غير ما يكلف نفسه شاب لا أمك شوفك ولا أبوك ولا خالك ولا عمك ولا عائلتك ولا أحد موجود يعني تبسوا الخلاب تبسوا الغلط ما أحد يدير عنك غير رقابة ربك سبحانه وتعالى و ليه أنت ما تربي عليه كل يوم يزنون عليه كنت الضايق أبشي أقعد بروحي أبشي لأنه ما أكو لا أمك يمك ما كان فيه تلفونات ما كان فيه آيفون تتصل بالبدالة والبدالة على ما تعطيك هذه السالفة طويلة إلى أن تعرفت الأصدقاء صالحين في مدرسة لغة و كان هؤلاء أهم اللي ردوا للروح هذين كانوا هم اللي أعانوني أما البقية اللي رافجوا أصحاب سوء بعضهم ردوا السفارة بعضهم فشل في الحياة و فشل في الدراسة بعضهم عطوا صورة سيئة جداً لبلده بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب هؤلاء الصالحين و أكيد دعاء الوالدة و الوالدة كانوا سبب في نجاحي انتقلت من مدينة إلى مدينة هذين معاي الصحبة الصالحة أنا أقول حق عيالي و بناتي اللي قاعدة طالعوني الحين ديروا بالكم اختيار الصاحب الصالح هذا شيء مفصلي في الحياة أبوك ما يلزمك ولا أبوك ولا أمك ولا أخوانك أنت تختار إذا اخترت هذا الصاحب دير بالك وتذكر شيء أن هناك تداعيات و آثار قانونية و اجتماعية و شرعية راح تسألني شنو علاقة اني اختار صاحب يصير فيها الآثار ثلاثة نعم فيها آثار قانونية و اجتماعية و شرعية القانونية أكو مادة في القانون الكويتي مادة ثمانة ثلاثين التبع القانونية في مادة في القانون الكويتي مادة ثمانة ثلاثين قانون الجزاء هايس من القانون أو مادة الجليس يعني إذا كبسوا عليك أنت في دوانية مع ربعك اللي اخترتهم و أصحابك و هذين كانوا هتلية و كانوا متعاطي مخدرات أو جراء معينة و كبسوا عليك أنت تروح معاهم يقضي عليك القاضي سنتين الشرح المتذكر تفسير للشرح هذه المادة لأن أنت تعتبر متستر على جريمة فيحكم القاضي عليك سنتين دير بالك هذه التبع القانونية لاختيارك الخاطئ للصاحب أكو هناك تبعات أذن أخرى تبعات اجتماعية و تبعات شرعية إذا ما تنتبه حق نفسك راح تحصل كل هالأشياء النتاج العموم فاصل و نشوفكم مرة ثانية الحمد لله رب العالمين و صلاة و السلام و على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و على آله و صاحبه وسلم أخوائي الأحب أخوات الفاضلات راح فيكم مرة ثانية بعد هذا الفاصل نحن ما زلنا نتكلم عن خطورة اختيار صاحب الخطأ أنت في حياتك عندك ربع وايد ربما مئات آلاف و لكن مو كل واحد تتخذ صاحب الصاحب ساحب دير بالك فإحنا قلنا قبل الفاصل اختيارك الخطأ أو الصح لتبعات تبعات قانونية وتبعات اجتماعية وتبعات شرعية تكلمنا قبل الفاصل عن التبعات القانونية أنه إذا كنت اخترت اخترت الصاحب السيء المجرم أو مختلف أي مخالفة قانونية و صار كبسة عدوانية اللي أنت فيها أو كنت معاه في مقهى في أي مكان كنت المم جليسة الصالة كبسة عليكم أنت تؤاخذ من قبل القانون والقاضي يحكم عليك سنتين المذكر تفسير لمادة الثمانة والثلاثين أن أنت شريك معاه لأنك متستر على جريبته فقد يدير بالك لا تقول هذا رفيجي لا تقول هذا رفيجي لطفولة لا تقول كان معاي في المدر الدارس معاي بالابتدائية لا تقول لدعمي ولد خالي لا القانون ما يعرف لدعمك ولد خالك ولا يعرف أن هذا رفيجك في الطفولة يعرف أنه أنت اخترت خطأ تتحمل خطأك واختيارك الخطأ التبع الاجتماعية قبل أو بعض العوائل يشوفك أنت خريج من وخريج عندك معاش قوي ما عندك معاش قوي عندك بيت عندك شقة حق بنتهم من أي عائلة من أي أصل من كذا لا الحين في أسئلة ثانية غير قبلية الحين الناس يخافون على بناتهم فيسئلون عن ربعك تمشي مع منه من غير ما تدري أنت يشوفوا ربعك اللي قاعد تمشي معهم منه إذا شافوا ربعك كفوا أعطوك بنتهم إذا شافوا ربعك مو كفوا حتى ما فيك شي ما يعطوك بنتهم ليش لأن كل واحد يخاف على بنته وانت باتش لم تيلك بنات تخاف عليهم وتستغصي بالسؤال لبنتك هذه حششة قلبك ما تقضح حق أي واحد باتش يهينها ويطلقها وتصير جليسة في بيتك لا يستغصي بالسؤال عشان يبتعد عن النتائج الخطيرة أكو هناك حتى مو بس للزواج تشتغل بشركة وزارة أي مكان يسألون عن ربعك شو منه ربعك عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتري مثل ما يرعوا سلم المرء على دينه خليله فلينظر أحدكم من يخال يعني الإنسان يتأثر في اللي يمشي معاه طريقة ضحكة طريقة مشية طريقة كلامة نكتة اهتمامات أنت قد يكون ما تحب تقوله الغدم رافجت واحد يحب القراءة تقوم تحب تقوله الغدم أنت ما تحب تطير صرت مطير شي صرت تطير معاه أنت والله مو صوب القراءة واحد يعرف يقرأ ويحب القراءة تصير تقرأ قراءة حتى أحيانا بالأكل واحد ما يحب السمج تقوم ما تحب السمج مثلا أول شيء جامل يقول لا يمصير عادة عندك أو يحب السمج تقوم تحب السمج وهكذا التبعة الشرعية هذه أخطر شيء هذا أخطر شيء يمكن القانون يعني أنت تاهد قانون كنيد تعاقب ولكن ما عليك ربما يعني أثر الشرعي الشرعي أخطر شيء شون يعني الشرعي؟ العقوبة عقوبة رب العالمين عقوبة رب العالمين أنت هل أمشيت معها اخترته بمعحظ إرادتك معحد يقصبك عليه وتدري أن هذا ملحد تدري هذا يطنز على الدين وانت ساك تضحك معاه تدري أن هذا يقول نكة وصخة وانت تضحك معاه تدري أن هذا مثلا يعني ضد القيم ويوديك أماكن خطرة وانت تضحك يعني أنت قعد تدري أن هذا قاعد يطنز على الدين يطنز على القيم يستهزل بالقرآن ملحد ومع ذلك أنت قاعد تمشي معاه وموافق على ذلك هذا اختيار خطر جدا والله صارت وقت الصلاة الجاملة اللي ما يصليه الجاملة اللي ما تصلي معاه أول مرة تقول والله أأخرها شوي لا بعدين تصير خلاص ما تصلي مرة واحد أكو عقوبة شرعية يوم القيامة الله ما يهدك أبدا في عقوبة شرعية ويوم عظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيله يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد أبجائني وكان الشيطان الإنساني خذوله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عندنا صواب في اختيار الصاحب عشان لا يسحبنا إلى الخطأ نشوفكم على خير مع السلامة اشتركوا في القناة